هناك أظن عدد من المستويات التي يمكن أن نرى من خلالها أشغال القيمة هناك حال المستوى السياسي التنسيق حول عدد من المواقف حول عدد من المواضيع المهمة بؤرطة والطرفة عدد من المناطق إصلاح المنظومة الدولية بصفة عامة أهمية العلاقات المتعددة للطرف إلى آخره هناك المستوى الاقتصادي والتجاري ونحن كما قلت سنرى ما هي خطة العمل التي ستنبتق عن القيمة والتي ستكون ولا شك في صالح الدول الإفريقية والعلاقات بين الصين والدول الإفريقية هناك كذلك جوانب للتعاون التقافي والإنساني والجامعي والأكاديمي التي حتى لها أهميتها في إطار هذه العقدة فالعلاقات الصين الإفريقية هي متنوعة جدا ومتشعبة وهذه القيمة ستعطي فرصة لإرصاء برامج عمل لتفعيل هذا التوجه وتفعيل ما سيقرره رؤساء الدول والحكومات خلال هذه القيمة وفي الحال أشغال القيمة ستكون لها انعكاسات إيجابية ولا شك على التعاون التنائم بين الصين والمغرب المغرب كدولة إفريقية مهمة وفاعلة ولها كذلك أهميتها في القرى الإفريقية وسيكون لها كذلك ولا شك كما قلت سليفا نعكاس على التعاون التلاتي الذي نطمح إليه بين الصين والمغرب والدول الإفريقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر